المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض التماساً لتأجيل قرار مندل بليت بشأن نيتانياهو السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في اللد بحجة البناء دون ترخيص وفي عرعرة النقب إضراب احتجاجي على العنف في المدارس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الدعوة القضائية التي تقدم بها حزب الليكود الحاكم لإرجاء قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياهو وكان حزب الليكود بالإضافة إلى جمعيات إسرائيلية يمينية أخرى قد توجه للقضاء الإسرائيلي بطلب منع نشر توصيات المستشار القضائي للحكومة بزعم أن هذه الخطوة تعتبر تدخلاً من قبل جهات يسارية في المسار القضائي لإسقاط حكومة نيتانياهو وكان نيتانياهو قد قطع زيارته إلى موسكو لإجراء مشوارات عاجلة مع مستشاريه بشأن قرار مندل بليت الذي يعتبره الليكود محاولة لتصفية رئيسه سياسياً هدمت جرفات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منزلاً في مدينة الليد يسكنه أحد عشر مواطناً فلسطينياً بحجة البناء دون ترخيص واستنكر عضو بلدية مدينة الليد محمد أبو شريقي كل عمليات الهدم بذريعة البناء غير المرخص محملاً البلدية مسؤولية عدم توفير بديل لأصحاب المنازل وأكد عضو بلدية الليد أن هدم البيوت في المدينة هو سياسة تحجير مدروسة ضد الفلسطينيين لسيطرة المؤسسة الإسرائيلية على أراضيهم ما بين اللد والرمل يقع حي دهمش مسلوب الاعتراف أكثر من سبعين بيتاً يعيش أهلها في سجن كبير لا مدارس ولا مراكز صحية فضلاً عن سوء البنى التحتية للطرقات والشوارع معاناة تفاقمها اغطارات الهدم التي طالت غالبية المنازل والمصالح التجارية في الحي إحنا الملاحقات تيجي عدم الترخيص هدم مدهمات تفتيش حطيت حجر حجر ممنوع تعمل محل عمل ممنوع تتعبد شارع ممنوع لم نفاية تفش عندك جنبي هنا جنبي موجود مشاب نرتفي يهود وهو باخد كل شي وأنا بينه بانه متر هو مسموح له يبني مسموح له يعمل وأنا ممنوع وأي شيء وبيجي بتقولك إيش الحال بقولك ارحل شو ارحل شو ارحل يعني قال ما في حال لا في حال ونزح أهالي دهمش إلى حيهم من مناطق مختلفة إبان النكبة الفلسطينية ومنذ ذلك الحين لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقهم في الوجود ولم توقف سياساتها التعسفية ضدهم لكسر صمودهم بيفكروا هم في قصة ترحيل يا أخي قصة ترحيل تعالت راح نموضوع الترحيل ويحكي مع الناس وليس تلف من وراء لوراء وتيجي فاهم المهم دا أقولك إحنا مش راح لا نرحل ولا مش راح نتازل عن شيء راح نضل هين فاهم كيف لا لآخرة رغم انعدام أدنى مقومات العيش الكريم يصر أهالي دهمش على التحدي والصمود على ما تبقى لهم من أرضهم لن نرحل عن وطن ليس لنا سواه قالوها قديما وما زالوا عليها أغرقت مياه الأمطار العديد من المنازل والمحل التجارية في البلاد كما تسببت بحدوث فياضانات وصيول وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين وعملت فرق الإنقاذ في مناطق مختلفة من البلاد على فتح الطرقات المغلقة وتعاملت مع عشرات الحوادث وانهيار أعمدة الكهرباء جراء الرياح الشديدة رحبت رئاسة الفلسطينية بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها أن هذا التقرير يؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يقرر فيها مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق للبحث في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائبة الفلسطينية السابقة خالدة جرار بعد قضاء عشرين شهرا في الاعتقال الإداري وقالت الأسيرة المحررة جرار عقب الإفراج عنها في رسالة حملتها من الأسيرات الفلسطينيات مطالبة الجهات الحقوقية للتدخل لتحسين ظروف الاعتقال في سبيل نيل الحرية رسالة الأسيرات كجزء من الحركة الأسيرة ومطلبهم الأساسي هي العمل من أجل حريتهم من أجل حرية الأسرة والأسيرات الرسالة الثانية المحافظة على الوحدة الوطنية الفلسطينية والرسالة الثالثة أهمية تفعيل الدور الشعبي أيضا من أجل مزيد من الاهتمام بقضايا الأسرة والأسيرات وأكدت جرار أن الأسيرات في سجن الدمون تعاني ظروفا قاسية الأمر الذي يتسبب بتداعيات خطيرة لهن على كافة الأصيدة شجار عنيف بين الطلاب ومصابون بمدرسة عرعرة النقب الشاملة أدى مرة أخرى إلى إعلان الإضراب من قبل إدارة المدرسة ولجنة المعلمين قمنا بالاتفاق على الكتب وثيقة ويتم عليها التوقيع من أولياء أمورها والطلاب الذين تسببوا في هذا الحدث ونحن نعتبر كبلد أطباء لا نريد أن نكون غير ذلك ولا نريد أن نكون قدوة سيئة لأناس آخرين ما جرى بالأمس هو خط أحمر بالنسبة لنا نشجب ونستنكر كل هذه الأعمال ونحن اليوم اجتمعنا جميع الأباء مع المعلمين مع الشرطة لنمنع حدوث أي عمل من هذا الأشيء هذا العنف المقلق تفاقم هذه المرة ليصل المربين والهيئة التدريسية حيث أصيب مدير المدرسة وبعض المعلمين الذين قاموا بمحاولة فض الشجار داخل حرم المدرسة كانت هناك عدة اجتماعات بين الأهالي بين إدارة المدرسة بين لجنة أولياء الأمور وإن شاء الله سنتوصل لحل قريب وحل جذري وإن شاء الله ستكون آخر مشكلة تحدث في هذه المدرسة لأن الأهل أعلى وأوعى من هيك بكثير في عرار النقض يرى مهتمون بقضايا العنف أن بيانات الاستنكار والوقفات الاحتجاجية لا تكفي لوقف ظاهرة العنف المستشري ونحن بحاجة إلى تغيير المفاهيم وزرع التسامح ابتداء من المنزل ورياض الأطفال بطولة تلو الأخرى تشارك فيها السباحة الواعدة ريمي حلبي والتي تبلغ من العمر أحد عشر ربيعا لتحقق الأهداف والمراتب لتكون أول فتاة درزية تشارك في بطولات البلاد للسباحة أنا بسباح ست أيام في الأسبوع وشاركت في بطولة إسرائيل أخذت محلة ثالث ثلاث مرات تتميز ريمي بالسباحة لمسافات كما أنها تجيد من أنواع السباحة أصعبها كسباحة الفرشة ما يؤهلها لوصف البطلة فعلاً نسبة لقدراتها بالمقارنة لعمرها لريمي يشكوخ ردسون نو نورمالي يش لاي تمسخي مخي كشم شيشيش زي أربعموت ميو ربشي زي أمر شمية ميتر برپار مية ميتر غاف مية ميتر خزي مية ميتر خطيغاء للواف سكاة وللأهل دور كبير في زرع الثقة بقلوب الأبناء وحثهم على الانطلاق للحياة والتوفيق بين الدراسة والمواهب دوري بتمحور حوالي أنه أنا أدعمها يعني الأشياء اللي هي بدها إياها حواليها ومطلوب منها واجبي كأم وفر لهياته وإن كان تغذية مزبوطة وإن كان إنه هي لما بتتعب مثلاً نحكي معها كيف ممكن نتوفق بين الشغلات بالإصغاء والدعم يتمكن أصحاب الأحلام الكبيرة من شق طريقهم نحو اكتشاف مواهبهم وتطويرها طريق ستؤدي حتماً إلى التميز قال مايكل قوين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس إن ترامب عنصري ومحتال وغشاش وكان على علم مسبق بتسريب موقع ويكيليكس لرسائل بريد إلكتروني تهدف الإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016 وأضاف قوين أمام لجنة بمجلس النواب أن الرئيس الأمريكي كان يدير مفاوضات بشأن مشروع عقاري في موسكو أثناء السباق إلى البيت الأبيض رغم إعلان ترامب أن لا مصالح تجارية له في روسيا وذكر كوين الذي قال إنه سيقدم وثائق تدعم أقواله أن ترامب أمره بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لالتزام الصمت بشأن علاقة جمعتها بالرئيس وذلك في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية وقال أيضا إن ترامب طلب منه الكاذبة بشأن ذلك على السيدة الأولى ميلانيا ترامب وتأتي المزاعم الموجهة لترامب من رجل كان يتولى يوما تنفيذ أعمال سرية لحسابه في الوقت الذي يقترب فيه المحاقق الخاص روبرت مولر على ما يبدو من إكمال تحقيقه في تواطئ محتمل بين حملة ترامب وجهود روسية للتأثير على الانتخابات وقال مسؤولون أمريكيون إن رسائل البريد الإلكتروني التي كشفها موقع ويكيليكس سرقتها روسيا في إطار حملة للتسلل الإلكتروني والدعاية خلال السباق الرئاسي بهدف إثارة الشقاق في الولايات المتحدة والإضرار بهدر كلينتون منافسة ترامب لكن كوين قال إنه لا يملك دليلا مباشرا على تواطئ ترامب أو حملته مع روسيا وشن ترامب هجوما على كوين عبر تويتر من فيتنام حيث يعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقال إنه كاذب يحاول خفض مدة سجنه وكانت محكمة أمريكية قد قضت في ديسمبر كانون الأول بسجن كوين لمدة ثلاثة أعوام بعد إدانته بجرائم مالية وترتيب دفع مبالغ لشراء سقوط امرأتين زعمتا أن ترامب أقام علاقات جنسية معهما وذلك قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى حوارا جيدا للغاية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم الأربعاء وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران مراسم توقيع اتفاق مشترك في ختام قمتهما في فيتنام يوم الخميس وقال ترامب في رسالة على تويتر في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونغ أون في هانوي بفيتنام الليلة ورث البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبهم محادثات موسعة تشمل مساعديهما كان ترامب قد اجتمع مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية في هانوي في قمتهما الثانية وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يتراجع عن المطالب الأمريكية بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتصافح كيم وترامب وتبادل الابتسامات أمام صف من أعلام بلديهما في فندق ميتروباليتن في العاصمة الفيتنامية وجلسا في حديث منفرد أعقبه عشاء عمل مع مساعديهما وردا على سؤال عما إذا كان سيعلن انتهاء الحرب الكورية قال ترامب للصحفيين سنرى وقال كيم إنه تم التغلب على عقبات واجهت عقد القمة في فيتنام وإن الأمر كان يتطلب الصبر منذ لقائهم الأول في سنغافورة العام الماضي معبرا عن أمله في نجاح محادثاته مع ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض التماسا لتأجيل قرار مندل بليت بشأن نيتانياهو السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بحجة البناء دون ترخيص وفي عرعرة النقب إضراب احتجاجي على العنف في المدارس